مرحبا بكم متابعي القناة شكرا على تفاعلكم لايكاتكم واشتراكاتكم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نرى ماذا قررت وزارة التربية والتعليم بخصوص النمط الذي ستعتمده المؤسسات في امتحانات الموحدة بما يعني ان الانتحان الموحد هل سيكون حضوري في جميع المؤسسات ام عن بعد فحسب ما نرى ان بعض المؤسسات تم اغلاقها نظرا لتوجد فيها بعض الحالات او بعض الاسابات بين صفوف التلاميذ او الاساتذة او الاطر التربوية لذلك هناك ارتباك بسبب اقتراب موعد الامتحانات الموحدة وعدم وضوح الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في دل الاستمرار الظروف الوبائية واغلاق بعض المؤسسات بالاضافة الى عدم توفر اجهزة اختبار بيس اير للكشف عن فيروس كورونا فما هو مصير المؤسسات الذي قد يتزامن اغلاقها مع تاريخ اجراء الامتحانات الموحدة هل الامتحانات ستكون عن بعد ام حضورية فقد اكدوا بعض الاطر التربوية في حديث لهم ان الامتحانات الموحدة سيتم اجراؤها حضوريا وذلك حسب الجهات فاذا تزامن موعد الموحد مع اغلاق مؤسسات في بعض الجهة فسيتم جيل موعد الموحد الى شعار اخر وذلك محليا وليس وطنيا وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية بحسب تطور مؤشرات الوضعية الوبائية في بلادنا فالفريق الاقليمي الذي يقوم بمهمة تتبع المؤسسات التعليمية والتي سنتقل كليا او جزئيا من نمط تعليم حضوري الى نمط تعليم عن بعد من خلال هذه الشبكة وهذا التتبع اليومي والتدخل سيتم تحديد موعد الموحدة حسب الجهة الموعد الذي حددته وزارة التربية والوطنية في مذكرة الوزارية للموحدات هو ما زال مستمرا بالنسبة للسالس ابتدائي وكذلك الثالث اعدادي والتغيير سيكون محليا حسب وضعية الحالة الوبائية بالبلاد يعني اذا تم اغلاق عدد كبير من المؤسسات في جهة او الحالة الوبائية في جهة هي في حالة تطور كبير فانه سيتم تغيير موعد امتحان الموحدات السالس ابتدائي وكذلك الثالث اعدادي لا تنسوا لايك واشتراك شكرا الى اللقاء في فيديو اخر اشتركوا في القناة